موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصف هندو بن أبي هالة ربيب بيت النبوة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم مصفا دقيقا سال عذوبة في اللفظ وعمقا في المعنى حيث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما فما معنى الفخامة هنا وهل هي متعلقة بالشكل أم بالجوهر وهذه الفخامة من نزوم الإيمان وما وسائل المؤمن في الحفاظ على فخامته هذه نخبة من أسئلة تأتيكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مقاصد فأهلا بكم موضوع حلقتنا هذه نطرحه للنقاش مع الباحث الإسلامي الدكتور وهيب عبد الرحمن خوج أهلا وسهلا بكم دكتور مرحبا أهلا وسهلا بكم حفظكم الله تعالى وبرك فيكم ربما تكون كلمة فخامة ربما تكون جديدة على كثير من المسلمين على مسمعهم على مسامعهم ليست معتادة في الاستخدام ونحن أثرنا أن نضع هذا العنوان للحلقة تعميما لطرحه واستعماله بين المسلمين لكن قبل ذلك لا بد من معرفة مفهوم الفخامة ومعناه ومدى التقائه أو انفصاله عن مفهوم الكبر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بالنسبة لموضوع الفخامة وكلمتها لها رونقها الخاص في تناولها عندما فقدت هذه الكلمة تطبيقاتها الحية على ساحة العمل سواء بين جمهور المسلمين أو بين نخبتهم وخاصتهم الفخامة هي سمون في المأخذ والمطلب هي روقي في التعامل هي عظم مهمة واستشراف لمطالب الشرع معنى الفخامة هي كرامة النفس وصيانتها هي الحفاظ على ماء الوجه هي حفاظ على مطالب الشريعة التي ندبت إليها أو حثت عليها وأمرت بها هي تطلع للمآخذ الشرعية والاجتناب عنها هي حث المجتمعات المسلمة وغير المسلمة على الرقي في الهدف وكذلك السمو في المطلب هذا المقصود بالفخامة الفخامة هي كرامة الإنسان وكذلك قيمه التي ندبت إليها الشريعة في قول الله عز وجل هذا التكريم هو تكريم لجنس الآدمية كلها على وجه الأرض منذ أن خلق الله البشرية فكرم الله عز وجل بني آدم ومن عليهم بحملهم في البر والبحر فهذا دلالة على أن الله عز وجل عندما كرم بني آدم هو معناه إضافة الفخامة لهم إذن الفخامة هي من أصل الفطرة التي خلق الله عز وجل منها الخلق أو بها الخلق وهي الإعاز الأعلى في إيجادهم أنهم يبقون بهذه الفخامة وبهذه الكرامة وبهذه القيم وبهذه الصيانة حتى يره الله الأرض ومن عليها لذلك في الحديث الشريف النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه وفي الحديث العظيم كذلك إن الله عز وجل يحب معالي الأمور وأشرافها ويبغض سفاسفها سفاسفها كل حقير لكن مما هو محبوب لله عز وجل مما هو منطلق هذه الكلمة وهي فخامتها معاليها وأشرافها طب يعني عفوا للمقاطعة دكتور رهيب عندما يستعمل هند بن أبي هالة هذا المصطلح يعني ما الدلالة اللغوية في اللغة العربية في حينه ما الدلالة اللغوية التي يشير إليها هذا الكلام هو أفضل من وصف النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا الشاب اللطيف ربيب بيت النبوة عليه الصلاة على نبينا الصلاة والسلام ورضي الله عنه وأرضاه هند بن أبي هالة عندما وصف النبي عليه الصلاة والسلام مفخماً في عين غيره أي مهابة عليه الصلاة والسلام ما رأاه أحداً بديهة إلا أهابه عليه الصلاة والسلام فخماً أي أنه فخم في نفسه بشرفه وعزته وسموي أخلاقه وولينه وولين عركته وحسن معشره كل هذا كان عليه الصلاة والسلام فخماً كل هذه المعاني تضيف معنى الفخامة في شخص النبي عليه الصلاة والسلام مفخماً في غيره في من يراه عليه الصلاة والسلام أي أنه كان مهاباً عليه الصلاة والسلام هذا مقصود وصفي هند ابن أبي هالر رضي الله عنه يعني إذن هي لا تلتقي مع الكبر من حيث دلالة الاصطلاح الكبر كما وعرفه النبي عليه الصلاة والسلام هو بطر الحق وغمط الناس بطر الحق أي أنه بطر الحق أي أنك تغضي من الحق وترفع من الباطل تزهق الحق وتزهب الباطل وغمط الناس وهو احتقار الناس أما الفخامة والروقي والكرامة ليست معكسة ليس هذا مقصودها الإنسان قد يكون فخما لكنه متواضعا لينا كما في وصف النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون فخما لكنه حسن الخلق وقريب من الناس يألفه كل أحد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن يؤلف ويألف إن المؤمن يؤلف ويألف أو يؤلف ويألف فهذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن ومع ذلك لا يمنع أن يكون فخما في نفسه المؤمن الذي حث النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحلى بهذه الصفات بحسن الخلق بلين العريكة بطيب المعشر كذلك بخالطته للناس بمعاشرته لهم لكن مع ذلك أن يكون فخما وهو أن يصون نفسه عن ابتذالها وابتذالها في ماذا؟ فيما حرمت الشريعة فيما يسقط من عين الناس وقبل ذلك يسقط من عين الله تبارك جل وعلا هذا مدلول الفخامة التي أرادته الشريعة من هذا الكلام هي تتعلق بالمظاهر بالأفعال الظاهرة بالمظاهر والأشكال أم تغوص إلى الجوهر الفخامة تتعلق بجوهر الإنسان من داخله ما كان ما حققه الباطن من سمو وإصلاح انعكس على الظاهر فمن أصلح الله عز وجل كما في الحديث من أصلح الله عز وجل جوانه أصلح الله عز وجل برانه فما كان في داخل الإنسان وباطنه ينعكس على حقيقته وعلى أفعاله فإصلاح الجوهر إصلاح الجوهر بتفخيمه والمقصود بالتفخيم هنا هنا مراعاة حقوق الله عز وجل في نفسه قبل كل شيء إصلاح قلبه إصلاح الدلالات التي يستدل بها على مواطن العزة فيها كذلك قيامه بحق الله عز وجل قيامه بحق الناس مراعاته لكل معاني الفضيلة التي ندبت إليها الشريعة تخليه عن كل رذيلة التي حذرت منها الشريعة هذا المقصود بالفخامة المقصود بالفخامة ليس الانتفاش بالمظهر في نباسه وهيئته كما هو متعرف عند كثير من الناس نعم أو جاهه أو سمعته هذا ليس المقصود به المقصود بالفخامة هنا هو ما أراده الله عز وجل من إظهار معاني الحق في مواطن الحق والقيام بنصرة مظلوم في هذا الموطن بإغاثة الملهوف بعانة المحتاج بما ندبت له الشريعة في كل موطن من المواطن معنى الفخامة حتى نريد أن نؤطرها تأطيرا يسيرا الإمام الأصمع رحمه الله تعالى شاعر العرب وأمير لغتها عبد الملك بن قريب وكانت له جولات وصولات في أحياء العرب فنزل في البصرة رحمه الله تعالى فمر برجل وهو يكنس كنيفا أجلكم الله أو يكسح كنيفا وسمعه ينشد قال وإياك والسكنة في بلد مذلة تعد مسيئا فيها وإن كنت محسنا فنفسك أكرمها وإن ضاق عليك بها مسكن فاطلب لها مسكنة قال رحمك الله تعالى أي كرامة ترجوها وأي مهانة تجتنبها وأنت لم تدع مهانة أو لم تدع لنفسك شيئا إلا وقد أهنته به فما بلغت من كرامتها فلما سمعه نظر إليه قال والله لكنس ألف كنيف أجل لكم الله يعني دورات المياه كنس ألف كنيف أهون علي وأشرف لي من الوقوف على باب سفيه مثلك أو على باب سفلة مثلك ولا يعرف الأصمعي فمعنى ذلك على أنه صان نفسه عن السؤال فجعل ذلك لنفسه فخامة أنه يكنس الكنف ويشتغل فيما قد يضنر الناس إليه أنه قد أهان نفسه لكنه أعزها بسؤال الآخرين أو أنه يطلب مسألة من أحد فصان بذلك نفسه هذا حديث الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه دكتور حقيقة أتيت على جملة معاني مهمة وعميقة يعني وربطها بالفخامة لكن هل يمكن أن يكون المرء غير مؤمن وغير متدين بل غير مسلم ويكون فخما هذا السؤال أريد منه من ورائه معرفة العلاقة جوهر علاقة بين الإيمان وبين الفخامة نعم الفخامة ارتبطت بالإيمان ارتباط الفطرة بالخلق فمن تلبس بفخامة فهي عبارة عن ورن عبارة عن ورن قد استثمنه الناس فلذلك حقيقة الإيمان هي الفخامة ولذلك الله عز وجل قال ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم خلقك أنت في أحسن تقويم مقصود به الإيمان لأنه لا يمكن للإنسان أن يكون فخما من غير أن يكون مؤمنا فخامته التي هي فخامة الجاه والسلطان والعز والتمكين فيما قد والمال والشرف هذه كلها لا تعني شيء إذا لم يتحل المؤمن إذا لم تحل الشخص بالإيمان ففخامته هي إيمانه يعني جوهر الفخامة الإيمان هو الإيمان هو الذي يدل عليه بل هو الذي يحييه هو الذي يحييه كالروح للجسد جسد بلا إيمان هو لا يعني شيء لذلك فخامة فلان من الناس وإن تعطر بها ونظره من نظره وشربت إليه الأعناق وامتدت إليه الأيدي والوجوه وانبسطت له لا يمكن أن يحققها إذا لم يكن العبد مؤمنا ففخامة المؤمن فخامة الإنسان بإيمانه لكن الفخامة عندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم عن إسان هنبي بنت أبي هالة بالفخم المفخم هذه الفخامة هنا يعني هي ليست حكرا على النبي صفة ليست حكرا على وإن كان هو يمثل مثلها الأعلى نعم هي من ضمن الوصف لأنه قد يشتركوا فيها الناس قد تشتركوا في أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام في كفيكة في الوجه في الشفتين في الكرم في الشجاعة نعم في الكرم يشتركوا هذا سواء الجسدي أو المعنوية الفخامة أنا أريد أن ألمح إلى ملمح مهم الفخامة هي عز المطلب أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم نزل على أعرابي ضيفة في إحدى سفر النبي عليه الصلاة والسلام أو في أحد سفر النبي عليه الصلاة والسلام فأضافه فأحسن إليه فلما أراد أن ينصرف النبي عليه الصلاة والسلام هو من معه قال يا أعرابي زرنا زرنا فتجد ما يسر فمرت الأيام فنزل الأعرابي على النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فأضافه النبي صلاة والسلام أحسن إليه هذا معروف في قرى النبي عليه الصلاة والسلام وضيافته فلما أراد أن ينصرف قال يا أعرابي سل قال أسألك ناقة لأزوادها وأحمالها وأقتابها فقال غير ذلك قال حسبي هذا الذي أريده فالنبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله أعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل وهذا في الحاكم في المستدرك أعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل قالوا يا رسول الله ما عجوز بني إسرائيل قال لما موسى أراد عليه السلام أن يخرج من أرض مصر أمره الله أن يخرج ومعه من بني إسرائيل أمره الله عز وجل أن يحمل عظام يوسف عليه السلام لأنها كانت مدفونة في مصر فلما أراد أن يحملها بحث عن القبر فلم يجده ولم يعرفه والطريق عمي عليه ما سألك سبيل إلا وعمي عليه فقال لا يعرف أحد القبر إلا عجوز في من إسرائيل امرأة كبيرة فدعاها فقالت لا أدلك حتى تسأل الله لمنزلتك في الجنة قال كيف أسألها قالت لا أدلك فأمره الله عز وجل أن يعطيها مسألتها فقالت اعمد إلى هذا الماء فانضبه ثم احتفر تحته فاحتفروا تحته فأخرجوا عظام يوسف عليه السلام فإذا الطريق كذوء النهار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل هذا هو عز المطلب هذه الهمة التي تستشرف لها النفس وتطلبها لا حطام الدنيا والدناية التي يشتغل بها الناس إنما الفخامة هنا في المطلب الذي تشرئب إليه الأعناق وتستشرف له النفوس فلذاك هذا كان من دلالة النبي عليه السلام في ذلك الأمر حقيقة دكتور بالمثال يتجلى المقال نريد أن نعرف منك بعد الفاصل صورا من هذه المذجات أو المذجات وصور من هذه الفخامات التي شهدها تاريخنا الإسلامي ولكن بعد الفاصل لو أذنت ليه هذا فاصل قصير ولا أنا بعده عودة ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ما زلنا وإياكم مشاهدين الفاضلين في الحديث عن فخامة المؤمن وخصائصه النفسية دكتورنا وهيب بناء على ما تفضلت بذكره في بداية الحلقة يعني الفخامة هي انعكاس لصفات المؤمن النفسية والمعنوية نريد أن نتعرف معك على هذه الصفات صفات المؤمن الفخم الصفات النفسية والمعنوية من الصفات كثيرة جدا بما قد يستدل به المتتبع في الصفات الخلقية التي أمر بها الله عز وجل وذكرها الله عز وجل في كتابه والنبي عساسا في السنة لكن أنا أرى أن من أجل هذه الصفات التي تحتها تتعلق بها الصفات الأخرى وتتبعها هي حرية المرء واستقلاليته حرية المؤمن واستقلاليته فإذا كان حرا استطاع أن يجمع صفات الخير كلها صفات الخير كلها إذا كان مؤمنا إذا كان حرا وإذا كان مستقلا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكن أحدكم إمعا إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا أساء ولكن يوطن نفسه على الخير فالإنسان إذا كان حرا مستقلا والمقصود بالاستقلال هو بما يعرف به مفهوم الشرع ليس المقصود بالاستقلال هو التمرد على الشرع ولكن بما يعرف به منطوق الشرع ومفهومه سواء كان في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه أو بما يستدل به من أقواله العلم ليس المقصود بالاستقلال أنه يتمرد على أقوال العلماء وغيره المقصود بالاستقلال أنه يعطي نفسه مساحة لأن يتشبع بالأقوال ثم يستطيع أن يوطن نفسه على الخير فيها ولكنه لا يكون إمعة مقلدة لذلك الشريعة ذمت التقليد فأولى الصفات التي تحل بها الإنسان ويتبعها صفات الخير هو حريته واستقلاله الحرية لو تحرر لنا مفهوم الحرية هنا مقصود بالحرية وهي معنى العبودية لله تبارك جل وعلا أن يحمل نفسه على عبوديته لله عز وجل ليس المقصود بذلك حريته بالمفهوم الشائع الآن وهي التمرد على كل فضيلة أن لا يكون أسير الشهوات ربما تقصد ربما أن لا يكون أسير الشهوات ولا خاضعا للشبهات فكل ما أتت شبهة يتبعها وأراد أن يناقشها ويفصل فيها وإنما يكون مقتنعا محكما لأحكام الشريعة محكما للفضيلة محكما لكل خير متتبعا لكل فضل هذا المقصود بالفخامة وصناعتها وأنا أقصد بالصناعة هنا صناعة الفخامة وهي في قول الله عز وجل عندما الله عز وجل نهى وحذر المؤمنين قال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون هنا أنتم الأعلون يعني أنتم أصحاب الفخامة أنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم يعني استحاب معية الله عز وجل هي التي تدل على فخامة المؤمن ليس هناك وهن قال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم ما دام أنه لا تحتاج إلى أن تدعوا إلى السلم في ضعف أو أنه في دولة عليكم أو أن هناك تضعضع صف أو غيره فأنتم الأعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون كما في سورة الأعراف هذه كل هذه المعاني التي يرشد إليها الله عز وجل يريد لنا معنى عام وهو معنى صناعة الفخامة لنا فالأمة صنعت فخامتها من قبل ربها تبارك جل وعلا صنعت فخامتها من قبل ربها تقريبا ربني لفخامة المؤمن فلذلك لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه في أي موطن من المواطن والمقصود هنا الحرية هي الثقة بالله عز وجل وبما في يد الله تبارك جل وعلا لذلك يعني مما أعجب له العرب في الجاهلية العرب في الجاهلية كان إذا أصابهم الجهد والبلاء ونزلت بساحتهم اللأواء وانقطعت بهم السبل لا يسألون أحدا وهذا مدون في تاريخ العرب لا يسألون أحدا بل أنه كان شائعا عندهم ما يسمى بالاعتقاد لذلك الله عز وجل أنزل في كتابه ولا تقتلوا أنفسكم خشية إملاق لا تقتلوا أولادكم من إملاق فالله عز وجل أنزل هذا لأنه يحذرهم من قتل النفس بعد أن من الله عز وجل على الأمة ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام لأن هناك مصادر أخرى تغنيهم لماذا الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم لأنهم كانوا ما يسمونه عندهم هناك يسمى اعتقاد اعتقاد أنه إذا أصابت إصاب أحدهم مخمصة وجوع ونزلت بهم اللأواء لا يسألون أحدا فيأخذ أولاده ثم يعتضد بأصل شجرة ويبقى فيها في داخل حائط حتى يموتوا أولاده ولا يسأل أحدا ولا يسأل أحدا ولا يكون لأحد عليه فضل هذه حال العرب هذه حال العرب في قديم فالذلك مر أحدهم على فتاة تبكي قال ما يبكي قالت إنا نعتقد أي نعتقد أي أن أبانا سيأخذنا لأننا لا نجد طعاما نطعمه ولا نستطيع أن نسأل أحدا فنموت من الجوع فكيف بالمؤمنين اليوم وهم وقفوا على كل مائدة لئيم وسألوا كل رذيل على وجه الأرض يستجدونه وقد أضاعوا هيبتهم وأذهبوا هيئتهم وأراقوا مياه وجوه ما تبقى منها لأنه لم يبقى أصلا ما تبقى من المياه التي في وجوه أراقوها على موائد هؤلاء استجداءا لنظام عالمي واستجداء لصندوق دولي وغيره حتى أصبحت الأمة فيما أصبحت فيه سواء أفرادا أو جماعات حكومات أو شعوب أذهبت هيبة الأمة أو ذهبت هيبة الأمة بما قد أضاعوا فيه من حقوق الله تبارك جل وعلا فلم تبقى لها فخامة وقد خالفوا الفطرة التي نجب الله عزيز بل الله عزيز خلق الأمة على أنا أظن وأعتقد أن الفخامة متصلة بالفطرة فمن خالفها فقد نكس فطرته نكس فطرته كيف تتشكل الفخامة في النفس المؤمنة ما الذي يصوغها يصوغها يعني بل الذي يصنعها يصنعها هو تلقي هذه الأوامر وفهم كتاب الله عز وجل وما الذي حث عليه الشارع الحكيم في كتابه وكذلك حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة جدا حديث مسلم في مسلم حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فسألته فأعطاني وحكيم بن حزام قريب لنفسه ابن عمته والرجل هذا مخضرم عاش ستين في الجاهلية وستين في الإسلام رضي الله عنه فأتى وهو ممن ولد في جوف الكعبة بالمناسبة يعني حكيم بن حزام فقال حكيم بن حزام أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فسألت فأعطاني ثم جئت فأعطاني فسألت فأعطاني ثم سألت فأعطاني فقال له في آقل الثالثة يا حكيم يا حكيم ابن حزام إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه باستشراف نفس فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه واعلم أن اليد العليا خير من يدي السفلاء فقال والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك أبدا فجاءت خلافة أبي بكر فأعطاه عطيته فرفضها فجاء عمر رضي الله عنهم جميعا فأعطاه عطيتهم فرفضها فقال إني قد عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم لا أرزأ أحدا بعده فقال أشهدكم أني أعطيت حكيما فرفض أو رد أعطيته قال لا أرزأ أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكرامة هذه الفخامة مع أنه لا حق في بيت المال لأنه أخذ عهداً على نفسه أنه لا يطلب أحداً ولا يسأل أحداً وعندما أتى وفد بن عبد القيس للنبي عليه الصلاة والسلام وجلسوا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تبايعون؟ قالوا قد بايعناك يا رسول الله ثم قالها الثانية ثم قالها الثالثة فقالوا على من بايعك يا رسول الله؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤد الخمس من المغنم ثم ذكر لهم أموراً ثم أسر كلمة عليه الصلاة والسلام قالها سرنا وأن لا تسألوا أحدا شيئا هنا معنى الفخامة وأن لا تسألوا أحدا شيئا هناك مقدمات النتيجة أن لا تسألوا أحدا شيئا كما لو أنه يريد أن يقولنا داخل في أركان الإيمان في أركان نعم لا تسألوا أحدا شيئا فيقول أحدهم الراوي يقول والله كان يسقط صوت أحدنا على الأرض وهو على دبته فلا يقول لأخيه ارفعه إلي وينزو ليأخذه قال لأن أخذ أبا يعني الفخامة لا نسأل أحدا شيئا فالسؤال عندهم السؤال عندهم مسقط للفخامة مسقطة للفخامة لذلك يأتي أحدهم يوم القيامة يعني من الناس ليس في وجه مزعة لحم مما يسأل الناس مما يسأل الناس لأنه إزهاق وإرهاق للكرامة وللفخامة التي أرادها الله عز وجل من المؤمن فلذلك التحول العالمي الآن واستدلال المسلمين واستسخافهم والاستهانة بهم لأن الدنيا قد ملئت في قلوبهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وملئ قلوب الناس بالشح والبخل والضن بما في أيديهم والثقة بما في أيدي الناس والتخلي عما في يد الله عز وجل فلذلك الله عز وجل أهانهم ومن يهن الله فما لهم المكرم يعني من خالف الفطرة ونكسها فليس له مكرم والمعنى الإهانة هنا إسقاط الفخامة عنها إسقاط لفظ الفخامة عنها نعم فتح الله عليك دكتور قضية حكيم بن حزم ربما في ظاهرها يعني ما يشي بنوع من التناقض فيما ذكرته يعني قلت إن الفخامة هي الفطرة لكن حكيم بن حزم كان مؤمنا ومع ذلك فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمه أن يكون فخما بمجرد ما علم حقيقة الفخامة التزم بها هذا يعني أن الفخامة مكتسبة نعم هي أصل معه متعلق لكن لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم تبركا يتبركون بما يعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذون استزادة ترى حكيمه من أثرياء العرب من أثرياء القريش لكنه رضي الله عنه حكيم بن حزم هو ومن معه كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام تبركا ويأخذون من النبي عليه الصلاة والسلام مما يعطيهم إياه يعني حتى أنهم كانوا يحرصون على أعضائه من ظفره وشاربه وشعره يأخذونه تبركون يتبركون بما يعطيهم لأنهم يعلمون فيه الشفاء والغناء فلذلك لما دله النبس عليه الصلاة والسلام علم على أن هذا الاكتساب وهو الفقامة هو أصلا متصل بالفطرة التي هي معه أصلا لم تغادره والدليل على ذلك أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أرضاه قد حمل قد حمل دين الزبير بن العوام حمل شطره عندما توفي الزبير عنه وقتل رضي الله عنه حمل شطره قال لعبد الله بن زبير ما على أخي من دين فقال أنه عليه ألفي ألف يعني اثنين مليون فقال علي شطره دلال على أنه كان غنيا رضي الله عنه أرضاه حكيم بن حزام فمعنى الفخامة ليس معنى اكتسابه وتكلفه كما يصنع أهل الجاه وأهل السلطان وإنما المقصود هنا إذا لم تكن هناك ما يوافقها من الفطرة ويعضضها لا يمكن أن تكتسب وإنما نكتسبه بما يحصل بين الناس ظاهرا لذلك المهرجون والسخفاء والممتعون لأصحاب الجاه والسلطة يصنعون الفخامة للضعفاء والمساكين أما هم عند أرباب النعم إليهم تجدهم أذن الناس وأحقرهم لأنه لا يستطيع أن يكتسب الفخامة لأن الفطرة قد خالفها فتجد يتصنعها وينكشف عندما ينادم أصحاب النعمة عليه تحدثت دكتور عن أن الفخامة هي مع الإيمان ومن الإيمان لكن ثمت عاملان مهمان في تشكيل خصائص المؤمن النفسية وتشكيل فخامته من عدمه وجودا من عدم قضية أول شيء المدرسة والبيئة ثم بعد ذلك التوريث الوراثة الجينية من الأب ربما يرث الولد عن أبيه البخل مثلا ربما يرث الشح أو ربما يرث سوء الأخلاق أو هذه الأخلاق تتشكل عندهم مثلا في المدرسة أو في البيئة أو في الحي إلى آخره كيف يمكن تشكيل الفخامة فخامة المؤمن أن يكون فخما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ورث فيه هذه المساوي الأخلاق عن أبيه أو اكتسبها من بيئته لا يعني موضوع أننا نريد أن نتكلم عن ظاهرة معينة على أننا نريد تعميمها لأن الله عز وجل خلق الناس مختلفين في سلوكياتهم وأخلاقهم وفي طبائعهم وفي فهمهم وإدراكهم هذا معلوم حتى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن هناك حد أدنى معين يجب أن يكون عليه كل مؤمنة نعم نعم صحيح وهو ما تستقيم به فطرته ما تستقيم به فطرته نعم صحيح لكن المقصود بذلك على أن وينبغي بل أنه يجب على كل أحد أن يغالب ما قد تعود عليه ولذلك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من يعني كان فيه من البخلي ولكنه استطاع أن يتغلب على هذا الطبع ويعالجه أو يخفف منه وكذلك منهم من كان فيه من الجبن فاستطاع أن يتغلب بمجرد إيمانه وإسلامه وإقباله على الله ورسوله بالشجاعة والكرم والجود وجود النفس منهم من كان يظن بملكه ويؤثره فلما أسلم وآمن تغلب على هذا كله كل هذا الأمر نعم يكتسب معالجة للخصائص النفسية الموجودة التي تقهر الإنسان عن طبيعة الحق ونفس وما زكاها يعني بتزكية النفس وهذا كل مدعو لذلك لكن تعاطيه بحسب القدرة والإدراك وبحسب الملكة للإنسان لكن لا يعني ذلك تعطيل هذه الوظائف مقابلها على أن الإنسان أو أن تعطرت الوظائف عنه لا يؤاخذ يؤاخذ بقدر تعطيله لها ولكنه يسامح ويعفى عنه بقدر بدل جهده فيها في أي المجالات تتجلى هذه الفخامة إسقاطات الفخامة أو أنواعها إذا صح التعبير فخامة المؤمن يعني المقصود بذلك من صور من ليس من صور من التاريخ وإنما هناك فخامة ربما ما يسمى بفخامة المواجهة أو يعني إسقاطاتها مجالاتها العملية الفخامات متعددة بأبواب الشريعة التي يتناول هناك فخامة العطاء فخامة الإنفاق فخامة الأخذ البذل فخامة الجهاد فخامة المواجهة فخامة الدفاع فخامة الملكة عندما تملك وتلذك النبي عليه الصلاة والسلام قال من كظم غيظا وهو يقدر أن ينفذه أنت قادر على إنفاذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة ليخيرهم من أي الحرشة هذه فخامة عندما تكظم غيظا وأنت تقدر أن تنفذه من الغاية ما الحكمة والمقصد من أن يكون المرء فخما في هذه الحالة يعني لماذا الله يعيد المؤمنين إذا ما كانوا فخمين مثلا مفخمين وكظموا غيظهم لهم مكافأة عظيمة يوم القيامة لأنها متعلقة بالقدرة على البطش والانتقام لكن الإنسان ذوب حظه في ذلك وتعالى عن هذا الأمر وتسامى عليه من الانتقام والأخذ والأخذ بالثأر تسامى عليه فهذه فخامة لا يستطيع لذلك يعني وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ليس كل أحد وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فذو الحظ العظيم من هذا الأمر هو الذي يستطيع أن يتسامى على متغيرات النفس وحظوظها وما يدعو له حظ الشيطان والعجب والفخر كل هذا يستطيع إذا تغلب عليه الإنسان فليس من الباب السهل الهين الذي يتناوله كل أحد وإنما هم أصحاب العظمة والفخامة في هذا الباب فلذلك الله عز وجل أو النبي عليه الصلاة والسلام حث على هذا فقال الله عزيزي وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فإذا الذي بينك وبينه العداوة كأنه ولي حميد من الذي يستطيعها إلا من وفقه الله عز وجل لهذا الأمر ذكرت فخامة الجهاد كيف تتجلى فخامة الجهاد في مواطن كثيرة جدا في مواطن كثيرة جدا يعني مواطن الجهاد ليس مقصود منها أخذ الثأر أو الغلبة أو الانتقام أو إراقة الدماء أو إعمال السيف إنما الجهاد له أهدافه وله معانيه وله أدبياته التي تعلمناها من الشريعة والتي ندب إليها الله عجل ونبيه عليه الصلاة والسلام فتتجلى فيها أعلى صور الفخامة في تضمين هذه الأمور لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر سر سرية أو بعث غزوا أو بعث بعثا أول ما يخرج ويخرج معهم وكذلك خلفائهم من بعده عليه من الله الرضوان وعليه الصلاة والسلام كان يخرج يقول يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا هذا ما كان يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه فخامة لا تقطعوا الشجرة ولا تقطعوا شجرة ولا تتبعوا ولا تتبعوا يعني وأياكم والراهبة أو العابدة أو المرأة أو الطفل كل هذا من ما يصون أحوال الناس معالم الفخامة يضع لهم معالم الفخامة بارك الله فيك هذا هو المقصود في فخامة الجهاد وفخامة الدفاع وفخامة المقام في بلد الغربة فخامة العطاء والبذل كل معاني الشريعة وكل مدوناتها وأبوابها كلها فخامة بلا استثناء بلا استثناء بما أنك ذكرت هذا الجانب دكتور ربما يكون من الأهمية ذك أن تذكر لنا بعض الأنموذجات المهمة من صور الفخامة لدى السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم من تاريخنا الإسلامي طبعا هذا مليء مما لا يسعه مقام وتطفح به الساعات لكن في غزوة الخندق في غزوة الخندق عندما تآمر العرب على النبي عليه الصلاة والسلام أو على مجتمع المدينة بما فيهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء قد تجمع عشرة آلاف من العرب بأحيائهم لقتال النبي عليه الصلاة والسلام فصنع النبي عليه الصلاة والسلام بإشارة سلمان رضي الله عنه خندق يحيط المدينة ويحوزها لما اجتمعوا كان الظهر مكشوفا وكان بينه وبين بني قريضة حلفا فبنوا قريضة بإعاز من حيي بن أخطب وسلام ابن أبي الحقيق ودعوة العرب للتآمر عنه صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد فلذا كان بمجرد أن فرغ من الخندق قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريضة دلالة على ماذا؟ على الفخامة من الإنهاك والحصار والجهد فهنا فخامة قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريضة فانطلقت الجحافل بعد ذلك إلى بني قريضة وهم بين جريح وبين منهكين من الحصار يعني حتى من شدة الحصار خمس صلوات لم يصلوها صلوها في آخر وقتها في العشاء خمس صلوات فاتتهم من الحصار وشدته هذا معنى جديد للفخامة نحن فانطلقت قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريضة هذا أحدها الثاني النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحالف غطفان وهو حج من أحياء العرب وهو حج كبير جدا من حياء العرب وفيهم عروة بن مسعود قبل أن يسلم فأراد أن يعطيهم ثلثة ثمر المدينة اسمع إلى هذه الفخامة العجيبة ثلثة ثمر المدينة يبايعهم عليه النبي صلى الله عليه أو يعاهدهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام فاستشار سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزر رضي الله عنهم جميعا فقال للسعدين إني أريد أن أعاهد أو أكاتب غطفان على ثلثة ثمر المدينة قالوا يا رسول الله هل هو أمر تحبه أم أمر من الله أم أمر تصنعه من أجلنا قال لا والله أمر أصنعه من أجلكم خوفا عليهم خوفا أن تذهب البيضة أن تستباح دماء المسلمين وهذا من الفخام يبايعهم على الثلث حتى يحمي حوزة المسلمين لأن وجد العرب كلها عن يد واحد ضربت مجتمع المدينة فاسمع إلى سعد وسعد رضي الله عنهما فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله والله إن هذا الحي ونحن كنا عباد أوثان ونعبد أصنام ونسجد لغير الله ولا نعرف الله لا يطمعون في ثمرة إلا في قرى إلا أن يكون ضيافة أما والله قد منى الله علينا بك والله ما يطمعون بشيء قال الحمد لله ورأيكم الذي أصاب فلما نصرهم الله عجل بالفخامة بأحدى تحقيق معاني الفخامة فلم يطمع كصار العربي ولا بن قرى بثمرة واحدة بسبب فخامة هذين الصحابيين رضي الله عنهما مع أنهم مستضعفون في حينه فلذلك قال لا يصلي بعد أن انفرغوا قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلى وحكم فيهم من؟ حكم فيهم سعد بن مرعا رضي الله عنهما لأنه صاحب فخامة عاصب بن ثابت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أراد بن لحيان بعد بدر وهو ذيل وغيره من أحياء العرب الانتقام من النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا طريقة بعد بدر لأنه استحر فيهم القتل في أحياء من قريش وغيره من بن لحيان استحر فيهم القتل فأرادوا أن ينتقموا من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه كيف يعملون؟ فأتى من آتى من بني لحيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن قد وقع بنا الإسلام فنريد من يعلمنا فأرسل عليهم عشرة النبي عليه الصلاة والسلام فيهم خبيب بن عدي رضي الله عنه أرضاء وفيهم عاصب المثابت كان عليهم يعني هو سيدهم أو قائدهم وزيد بن الدثنة وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عشرة فأرسلهم فلما وصلوا إلى ماء يسمى ماء الرجيع قبل مكة بمراحل فلما نزلوا شعروا بالخيانة فغدرت بهم بنوا لحيان وغيرهم غدروا بهؤلاء فقاتلوا قاتلوا حتى قتل ولم يبقى إلا خمسة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يبقى إلا خمسة فقالوا أنزلوا على عهدنا فقد اعتلوا جبلا اعتبوا جبلا أصبحهم رما فأصبحوا يرمونهم ويرمونهم حتى نفذ ما عندهم فقالوا أنزلوا على عهدنا فقال عاصب المثابت لا والله لا أنزلوا على عهد مشرك ولا أعطيه كتابا هم خمسة فقط أمام جيش أمام أمة فلم ينزل زيد بن دوثنة رضي الله عنه ولا عاصب المثابت ونزل ونزل اثنان نزل ثلاثة وقتلوا أحدهم أحد الثلاثة فأسر خبيب بن عدي رضي الله عنه وصاحبه وزيد بن دوثنة نعم وصاحبه فلم يبقى إلا عاصب بن ثابت وزيد بن دوثنة هم الذين بقيا فقاتلوا حتى قتل وعندما نزل خبيب بن عدي وصاحبه لم ينزل نقصا في الفخام وإنما اجتهادا في الرأي اجتهادا في الرأي وطمعا في العهد قالوا عهد على أنكم تنزلوا تكونوا في أمان والعرب لا تغدر لكن هؤلاء غدروا وعاصلوا ثابت لما أراد النزول قاتل حتى قتل فقال اللهم كما حميت دينك فحمل حميل فاستجاب الله له فأرادوا أن يمثلوا بجثته فأحماها الله عجل بالدبر الزنابير فحماها بالدبر وأتى بمائم فنقالها ولا يعرفون عنها شيئا فحماها الله عز وجل وزيد بن دوثنة قال بل اللهم بلغ عني نبيك أننا قد صبرنا حتى قتلنا فهذه معنى الفخامة هذه من الأمور أنه لم يعطي كافرا عهدا ولم يرضى بعهد المشرك فكيف هو الأمة اليوم أعطت مواثيقها وعهودها وثرواتها للكفار والمشركين يعبثون في أمن الأمة وفي فخامتها وفيما قد أراده الله عجل لها من تحقيق هيبتها فأبوا إلا أن يذلوا أنفسهم نعم نذهب إلى فاصل دكتور ونذهب إلى فاصل قصير قبل العودة لاستكمال لما تبقى من زمان الحلقة ترجمة نانسي قنقر أهلا وستهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم حديثنا مع الدكتور وحيب عبد الرحمن خوج الباحث الإسلامي مرحبا بك مرة أخرى مرحبا بكم الله دكتور الآن المؤمن مطالب دائما باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء ولزوم بابه لكن ماذا عن الوسائل السببية التي عاد المؤمن أن يتخذها كي يحافظ على صفاته الفخمة على فخامته وخصوصا في زمن الاستضعاف والفتن شيء من ثلاثة بثلاثة قواعد إذا استقامت الأمر هذا للعبد استقامت له الفخامة أولا اليقين اليقين بالله تبارك جل وعلا ويقين الأمة في الغالب أنه قد تعطل والمقصود باليقين وهو توجيه الإيمان على أن الله عز وجل يقينا هو المتكفل بالأمة ومتكفل بعباده ولن يكون أحد دون الله تبارك جل وعلا يستطيع أن يصل إلى الأمة ما دام الله عز وجل قد تكفل بها ولذلك الله عز وجل فيما أوحى لداود عليه السلام قال يا داود ما من عبد يعتصم بي دون خلقي إلا وقد كادته السماوات والأرض إلا جعلت له مخرجها يا داود ما من عبد يعتصم بي دون خلقي أهم شيء أنه دون خلقي وهذا اليقين تحقيق اليقين لذلك إبراهيم بن أدهم لقي راهبا لقي راهبا في دير فقال له من أين رزقك قال لا تسأل هذا ليس علمه عندي وإنما سلما يرزقني هذا على لسان رجل وثني لا يعبد الله حق بل أشرك بالله عز وجل فيقول لا تسألني هذا ليس علمه عندي بل سلما يرزقني فتحقيق اليقين هذا أول القواعد التي بها تستقيم الفخامة الأمر الثاني وهو التوكل وحسن التوكل على الله عز وجل الأمة خانت أنفسها في توجيه توكلها على الله تبارك جل وعلا فوثقت بما في أيدي الناس من أرزاق وعلى الثروات التي قد أتيحت لها إذا كانت هناك ثروات لم تنهب ووثقت بالأنظمة العالمية والأنظمة المحلية ووثقت بالوظائف التي رتبت لها فتخلت عما ثقة بما في يد الله عجل وتوكنا عليه فتوكلت على الناس لذلك يحيى بن معاذ رحمه الله قيل له متى يكون العبد متوكلة قال إذا رضي بالله وكيلة فنحن لم نرضى بالله وكيلة فلذلك هذا أحد الإسقاطات التي تسقط بها فخامة المؤمن وهو إذا فقد اليقين وهي الثقة بالله عز وجل ولم يتوكل على الله تبارك جل وعلا كما أمر الله سبحانه وتعالى إن الله يحب المتوكلين يعني يحب من توكل عليه ووثق به وفوض أموره إليه وليعلم كل أحد على أنه لن يكون هناك رزق ولا خير ولا برء إلا من الله تبارك جل وعلا من خزائن السماوات الأرض بيد الله تبارك جل الأمر الثالث أحد القواعد المهمة في هذا الباب وهو الرضا الرضا والقناعة بما قسم الله عز وجل إذا لم ترضى بما قسم الله وتقنع به فلا تزال متطلعا لما في أيدي الناس ولحطام الدنيا فتسقط فخامتك بذلك فالأسباب التي تعين على الفخامة هي اليقين والتوكل والرضا إذا تحققت في النفس العبد فقد استقامت له فخامته وهذه مرتبطة بأس العقيدة دخلنا إلى باب العقيدة بالإيمان بالله تبارك جل وعلا بالإيمان بالله عز وجل بالفقه الأكبر العظيم العريض هذا وهو الإيمان بالله عز وجل لذلك نحن نقول نحن نعبد الله نحن نرجو الله نحن نتوكل على الله لكن كما قال أحدهم قال أنتم تقولون ذلك وأنتم تخونون أنفسكم وتكذبون على ربكم دكتور حقيقة ذكرت عن فخامة العرب مظاهر الفخامة عند العرب حتى وهم مشركون وكانوا يقتلون أولادهم ويموتون معهم ولا يسألون أحد هذا أحد مظاهر الفخامة لكن كيف تفسر الآن وجود مسلمين يقرؤون القرآن وملتزمون ويصلون إلى آخره وقد وريق أراقوا بأنفسهم ماء وجههم بينما كان العرب المشركون في مقبل الإسلام عندهم من مظاهر الفخامة يعني ثمت شيء يعني يحتاج إلى التفسير بما تفسر هذه المظاهر أستاذنا الفاضل العلم ليس حفظا والعلم ليس تتبع مدارك وإدراك العلم عمل العلم عمل ولذلك إذا من لم يستقم له عمله بعلمه لا يستقم له شيء والعمل للعلم كالجناحين للطائر كالطائر الذي يطير من غير جناحي لا يستطيع أن يستقم له ذلك الأمر فلذلك ليس المحفوظات التي يحفظها كل عالم وكل فاضل وكل شريف تغنيه عن صنع فخامته أو عن الاستقامة على فخامته أو إدراك مظانيها وتتبعها لذلك أنا أرى تتبع درجات الإيمان ليس حقيق بعدم دونه تتبع درجات الفخامة فكما تتبع درجات الإيمان تتبع درجات الفخامة لأنها تدل على الإيمان وتحققه فما يحصل اليوم ما يحصل اليوم لذلك يعني من ركون علماء إلى حكام وسلاطين من ركون أهل الفضل وأهل الحق ممن يرجى منهم أن يكونوا أهل حق إلى أهل الباطل هذا كله هو سقوط درجات الفخامة من أسها دون قاعدتها والعلماء السبيقون الأوائل حتى كانوا حتى الخلفاء الصالحين كانوا يرفضون الوقوف على بابهم وهذا من مظاهر رفعة الفخامة عندهم ربما وصلنا إلى ختام هذه الحلقة بقي معنا دقيقة ونصف أترك لك المجال أن تتحدث بما لم أسألك عنه في موضوع الحلقة والله أنا فيما أشعر به من ألم وحسرة وأنا أحد من نقصت في حقه في هذا الأمر وهو معاني الفخامة وزهوها وقد يكون الإنسان فاقد الشيء لا يعطيه كما قالوا لكن فيما أندب إليه نفسي وأشعر أني أبث هذا حياء بين الناس على أن هناك المطلب العظيم وهو البحث وتعليم الناس معنى القيم ومعنى الكرامة ومعنى السمو ومعنى الخلق الذي هو من مضمونات الفخامة التي مع عنوان الحلقة فيها فنحن نريد أن نؤسس ونؤصل للناس في تعريفهم الحلال والحرام هذا بما لا يغني عنه لكن الذي يدل على الحلال والحرام هو ما يعرف الناس بمعاني الفخامة من حسن خلق وكرم وجود نفس وطيبها ورقيها وسموها وإشاعته بين الناس أشكرك لا فضى فوق شكرا جزيلا دكتور مشاهدين الكرام إذن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي المكرم الدكتور وهيب عبد الرحمن خوج الباحث الإسلامي شكرا لكم في حراسة الله تعالى وتوفيقه اشتركوا في القناة